من خلال هذا الفيديو رح أشرح لكم أهم وأسرع طريقة لزراعة أقلام ورد الجوري من خلال مادة الموز ومن خلال المبيد الفطري هاي الطريقة محتكرة وما بي حد يعلمها إياكم لكن بما أنكم أنتم أخوت أبو صالح ومتابعينه ما بي أسرار تخفى عليكم كل شي لازم يكشف أمامكم ولأني أنا سميت هاي القناة قناة أسرار الزراعة لازم ما بي أي شي يخفى عليكم إذا بدنا نزرع أقلام ورد الجوري أفضل وأسرع طريقة لزراعة أقلام ورد الجوري من خلال التعقيل والورد الجوري ينزرع من خلال ثلاث طرق ينزرع من خلال التعقيل وينزرع من خلال الترقيد الهوائي وينزرع من خلال البذور وأهم وأفضل طريقة والتي يتبعها 99% من أصحاب المشاتل زراعة ورد الجوري من خلال التعقيل لاني اذا زرعنا ورد الجوري من خلال التعقيل الوردة ما تحتاج تطعيم وايضا اخوتي احنا نقدر نزرع من خلال مادة الموز ومن خلال المبيض الفطري اذا بدنا نزرع وردة الجوري من خلال التعقيل لازم ناخذ قلم يكون طوله من 10 الى 15 سنط تقريبا وبكل قلم لازم يكون فيه برعمة او برعمتين ولازم نرسل قلم من الطرف اللي بدنا نغرسه بالتربة بالبانسة بهذا الشكل حتى يستسهل على القلم سحب المياه ولازم نغرس القلم بمادة الموز من دقيقة الى دقيقتين تقريبا لاني مادة الموز تعتبر هرمون تكذير وبنفس الوقت تخلي القلم يكون منتظم بالسقايا لو قصيتم قلم وردة الجوري لو لاحظتم من الدائرة السقرة بقلب القلم راح تلاحظون في مادة ليفية هاي المادة الليفية اذا ما غرسنا القلم بمادة الموز راح القلم يسحب مياه بكثافة واحتمال القلم يعفن بعد زراعته لذلك احنا لازم نغرس القلم بمادة الموز من دقيقة الى دقيقتين تقريبا حتى القلم يتشرب مادة الموز ومثل ما ذكرت لكم مادة الموز تعتبر هرمون تكذير وبنفس الوقت تخلي القلم يكون منتظم بالسقايا ولازم نزرع بسطل تقريبا ارتفاع 20 او 25 سنطي ونغرس القلم بالتربة بعمق 4 او 5 سنطي ولازم نغطي القلم بعد زراعته بقنينة بلاستيك ونحط السطل بمكان ظل لان قنينة البلاستيك تخلي القلم يكسب حرارة ورطوبة يعني يصير الجو داخل القنينة مثل جو الربيع وبهذا القلم رح ينجح عدكم 100% وبالنسبة لسقاية الاقلام بعد زراعتها لازم نسقي القلم يوم ايه ويوم لا وبكمية مياه قليلة يعني لازم نحافظ على رطوبة التربة لا لازم نعطش القلم ولا لازم نسقي بكثرة حتى ما يعفن وافضل وقت لزراعة اقلام ورد الجوري بشهر شباط يعني بالشهر الواحد او الشهر الثاني ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة كان معكم اخوكم مروان منصور من قناة اسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته